رفضت إيطاليا ما ورد في بيان النابة العامة المصرية بشأن مقتل جوليو ريجيني واعتبرته أمرا غير مقبول وكان النائب العام المصري قد أكد أنه لا وجهة لإقامة الدعوة الجنائية في واقعة قتل واحتجاز ريجيني لعدم معرفة الفاعل كما استبعد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في الواقعة وطالبت الخارجية الإيطالية في بيان بكشف الحقيقة في الجريمة الهمجية حسب وصفها وعبر البيان عن أمل روما أن تتعاون النيابة المصرية مع نظيرتها الإيطالية بتقديم الدعم المطلوب في القضية وأضافت الخارجية أنها تثق في القضاء الإيطالي وأنها ستواصل العمل على كشف الحقيقة في جميع المحافل الدولية بما فيها للتحاد الأوروبي وفي السياق قال الرئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو إن ما ورد في بيان النيابة العامة المصرية يدل على أن مصر لا تريد التعاون مع السلطات الإيطالية للكشف عن ملابسات جريمة قتل جوليو ريجيني ووصف فيكو قرار النيابة المصرية بالمستفز وشدد على أن الأسباب التي ساقتها لتوضيح عدم استعدادها للتعاون في إقامة محاكمة ضباط المخابرات المصريين المتهمين بإيطاليا غير مقبولة ومخزية وقال الرئيس البرلمان الإيطالي إن الجانب المصري يكذب ويعلم أنه يكذب على حد تعبيره وكان النائب العام المصري قد أمر بعدم إقامة دعوة جنائية في واقعة قتل واحتجاز الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيا عام 2016 لعدم معرفة الفاعل وكلف النائب العام المصري جهات البحث بمواصلة التحري لتحديد هوية الجاني واستبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وسرطي في جهاز الأمن المصري في تلك الواقعة ورأى النائب العام أنه لا سند لإقامة دعوة جنائية في واقعة سرقت خلالها منقولات المجني علي بالإكراه لأن الدعوة انقضت بوفاة المتهمين ترجمة نانسي قنقر 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 برلمان الإيطالي يتحدث الحديث أيضا رئيس البرلمان الإيطالي يتحدث يقول نعلم أن الجانب المصري يكذب ويعلم أنه يكذب تعليق خلاد نحن الحقيقة أمام الخطوة الأولى في اتجاه تدويل هذه القضية القضية الآن شكلها رايح في سكة التدويل. مش شكلها المؤكد أنها رايحة في سكة التدويل منذ أن ألقي بالأمر في اتجاه البرلمان الأوروبي. فأنا شايف أن الحقيقة التي أدى فرصة للسلطات الإيطالية في هذا الاتجاه هو الرعونة التي تتسم بها الأنظمة العسكرية الحاكمة في مصر. لأنه كان قدامك حل مهم جدا هذا الحل أن يجري محاكمة المتهمين أمام القضاء المطري. والدنيا كلها تشاهد هذه المحاكمة. وبحضور ممثلين عن الحكومة الإيطالية وعن الاتحاد الأوروبي وعن الدنيا كلها. وتختار دائرة من الدوائر المطرية المعروف فيها التجرد ومعروف فيها تطبيق أحكام القانون. وتصبح محاكمة حتى تنصف القضاء المصري. وإذا كان هناك أحد مدان في هذه القضية. الأربع ضباط يتكلم عليهم السلطات الإيطالية يخذوا جزائهم ويحكموا. لكن فكرة أنك أنت تدافع عن هؤلاء. هذا ما لم يكن أن هناك هؤلاء الضباط كانوا مجرد أداة. لكن فكرة أنك أنت تدي تقفل الباب بهذا الشكل وتدي إيطاليا تدخل معها في قصة رشاوة وسلاح أسلاحة وما إلى ذلك. ثم تكتشف أن كل هذا مش كفاية. وتكتشف أن العضية أخذت مصر آخر أو مجال آخر. فأنا شايف أن هذه رعونة سبب من أسباب الرعونة التي تكتم بها النظام العسكري في مرسل. أرجو أن تبقى معي سيد سينيم عزوز. ينضم إلينا مباشرة من روما الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري. ورحبوا بيها. كما ينضم إلي أيضا عبر الإنترنت من قيار السيد محمد الأطيف. رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون الإلكترونية. ورحب بي. وأبدأ مع السيدة فرانشيسكا. سيدة فرانشيسكا. هل من خلال هذه التصرحات الإيطالية الحديث عن السلطات الإيطالية. وتحديدا الخارجية ورئيس البرلمان. هل هناك إصرار على اتهام الضباط المصريين ومواصلة هذا الاتهام؟ بكل تأكيد. وأقول هذا لأن مكتب الادعاء العام في روما. قد أرسل إلى القاهرة أدلة قوية حول هؤلاء أربعة عناصر من جهات الأمن. وأيضا دعت إحضارهم إلى الروما لمحاكمتهم. وحتى الآن لم نحصل على أدلة مضادة. لقد أرسلنا الأدلة إلى القاهرة. وما عاد إلينا مجرد كلمات. وبالتالي إذا كان هؤلاء الأربعة عناصر من جهات الأمن أبرياء. فأين الأدلة؟ وقد كان هناك شاهدين. وشاهد بعينه رأى ريجيني في منشأة تابعة للأمن القومي. وهو يعذب. وبعد بضعة أيام في الخامس والعشرين من يناير أعلن عن اختفائه. طبعا هؤلاء العناصر الأمنية لو كان عندهم حجة غياب. فلما يقول لنا إن كانوا في هذه الأيام أو حتى لماذا لا يعطون لنا الشرائح على الهواتف دكية أو هواتفهم أو حتى الفيديوهات من الكاميرات لأنها منتجرة في كل مكان. لذلك لماذا لا يعطون أدلة مضادة؟ نحن ننزار باتطار هذه الأدلة. فليس من الكافي أن يقولوا بأنهم لا علاقة لهم بهذه جريمة القتل. فنحن نتحدث بالأدلة وهم لا يتحدثون بأي شيء. نعم. أرجو أن تبقى معي فرانشيسكا. أنقل الكلام لسيد محمد راطفي. سيد محمد راطفي رئيس البرلمان الإيطالي تحدث عن بيان النيابة العامة المصرية التي قالت فيه لوجهة لإقامة الدعوة بوفاة المتهمين. قال رئيس البرلمان الإيطالي وصف هذا بأن هذا الكلام غير مقبول ومخزن. تعليقك على هذا؟ أولا يقول ما يراه. لكن في الواقع كما المدعي العام هنا في مصر أوقف التحقيق لعدم وجود الجاني. لم يستدل على الجاني. لكنه فتح التحقيق أو البحث. وهذا يتم من مرات عديدة في العالم عندما لا يستدل على الجاني لا يستدل على الجاني. فمن الممكن حتى أن يستدل على الجاني أو تكشف أبعاد الجريمة بعد سنوات من حدوثها. وهذا موجود في إيطاليا وفي العالم كله. لكن على ما يبدو عندما نتحدث هناك حتى أربع حالات للمصريين أربع حالات قاتل للمصريين في إيطاليا لم أرى أن تم تسليط الضوء عليهم. كما يتم تسليط الضوء على قضية ريجيني. في حين أن ريجيني كان هناك تعاون أمني بين أو قضائي بين النيابة في مصر والنيابة في إيطاليا. كساس محمد العطيفي عذرا على المقاطع أنت قلت أربع حالات لمصريين قتلوا في إيطاليا. هل هناك اتهامات مثلا للبوليس الإيطالي بقتل أحدهم أو للحكومة الإيطالية كما هو في حالة جوليو ريجيني؟ لا أولا إلا أن البوليس هو سلطة تحاول الكشف عن أبعاد الجريمة. فكما يحترم أو كما تحترم مصر البحث والتحري في إيطاليا على إيطاليا أن تتفهم هذا الشيء. أن هناك بوليس مصري و بوليس مصري قادر على أن يتحر عن الجريمة. ربما هناك بعض من الجرائم يتأخر بعض الشيء نتيجة الفحص والتقصي وتتبع أمور أخرى. هذا ما يجب أن يتفهمه. لكن عندما نتحدث نعلم أن نتحدث كما لم يكن هناك أو لا يوجد شيء أو ما تريد أو ما نرى الآن هو أنت تريد أو البعض يريد أن يقول ليس هناك سلطة في مصر مصري دولة وهذه الدولة بها مؤسسات قادرة على أن تعمل وعلى الجميع أن يحترم عملها. أرجو أن تبقى معي سيد محمد العطيف أعود إلى الأستاذ سليم عزود. الأستاذ سليم عزود الحديث الآن حول هذا الخلاف. الحكومة المصرية لا ترى أن هناك ضباط متهمين. بينما الخارجية الإيطالية والحكومة الإيطالية والبرلمان الإيطالية يرى أسماء بعينها. النيابة العامة المصرية وجهت التهم لأربعة أفراد بعينهم. النيابة العامة المصرية قالت أن من قتلوا ريجيني ماتوا. أو غير معلومين. وسنفتح التحريات. في رأيك إلى أين ستذهب هذه القضية؟ سوف تذهب إلى التدوير. كما قلت في البداية أنه ستذهب إلى المحاكم الدولية. وقصة أصله هم أتلوا مننا أربعة قبل كده. ومن حج صلت الضوء ما تصلت أنت الضوء من عندك. أنا معلش هم من الأربعة المصريين الذين قتلوا في إيطاليا ومملابسات قتلهم. إنما الحقيقة أنت مؤثر في حق نفسك إذا كان في مطريين قتلوا في إيطاليا وانت أسرت ولم تصلت عليهم الضوء ولم تجعل منهم قضية. هذه نقطة. نقطة من ثانية أنا شايف أنه الأستاذ العطيفي وغير الأستاذ العطيفي الحقيقة يتكلمون بمنطق كما لو كان هناك استهداف للسلطة في مصر من قبل الجانب الإيطالي. في إيطاليا ومبين السلطة الموجودة في مصر. وشوفنا إزاي أنه وزير الداخلية الإيطالي كاد أن يتواطأ في عملية تسليم الدكتور محمد محسوب. لو لا أن عملية احتجازه في إيطاليا كانت على الهواء مباشرة. فتم التراجع عن هذه الخطوة. وشوفنا أنه السلطة في مصر تعمل اتفاقية السلاح مع الإيطاليين بملايين الدولارات. قصة أنك أطلق مستهدف تطلح من دماغك. خاطر المسائل تبدو كما كنت ماشي وراء نظرية المؤامرة بلا داعي. المدهش الحقيقة في تحقيقات الإيطاليين لما يقول أنه خمس ضباط واحد استبعدناه لعدم كفاية الأدلة. فبقوا أربعة. والأربعة فيهم واحد طلع من الجهاز أو تقاعد أو ما وفي موجودين ثلاثة في الخدمة. ثم تكون التحقيقات المصريية تقول أنه هناك أربعة ضباط. لكن ماذا هم المتهمين؟ المدهش هنا. كيف الإيطاليين استطاعوا أن يتوصلوا إلى أسماء هؤلاء الضباط الخمسة؟ فيستبعدوا واحد ويقولوا واحد منهم. نحن لا نعرف ما بعدين. مثل هؤلاء الضباط المفروض أنهم يشتغلوا حتى بأسماء مستعارة. كيف وصلت الأمور إلى هذا الشكل؟ واضح أن الناس التي حطتها على هذه المعلومات تتحرك بثقة كبيرة جدا. فشكل قصة في مصر أطل فيه دولة وأطل البتاع فيه. هو أساس المتهم الدولة بعملية اغتيالهم. لما يقول أنه تم قتله في مكان احتجاد أمني. فهنا الاتهام موجه إلى الدولة في الحقيقة. وفكرة الدولة عندهم مشكلة مهمة جدا. بدأوا في خصة ولا يهمنا أي حد. ولا يهمنا المتهمين الأمريكيين في قضية التبوين الأمور. وهذه النقطة تحديا لما قالته الدولة. خليني أنقل الكلام لفرانشيسكا. فرانشيسكا النائب العام المصري قال جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات جاء نتيجة الكلام. حسنا دعونا نبقى مع الحقائق ما نعرف هو بشكل أكيد بأن ريجيني قد تتبعته الأجهزة الأمنية ولفترة من الزمن هذا طبعا أول أمر أنكرته السلطات المصرية وهم أنكروا أنه كان هناك أي تأنشطة رقابة ومتابعة لريجيني ونحن نعرف حتى بوجود فيديو يظهر وأنتم تعرفون هذا الفيديو حول باعات المتجولين الذين يتحدثون مع ريجيني ويتحدثون على الهاتف مع شخص آخر من الأجهزة الأمنية إذن ريجيني وبكل تأكيد وبنسمة 100% كان متابع من قبل السلطات الأمنية وأيضا حقيقة أخرى نحن نعرف بعد 25 من يومين رأى هذا الشاب الإيطالي يعذب ملقاء على الأرض وتغطيه الدماء بالكامل وقد رأاه في منشئة الأمن القومي ومن ثم بعد بضعة أشهر كان هناك رائد مجدي الشريف الذي سميناه بإسمه هذا الرائد مجدي الشريف الذي كان في نيروب في كينيا ويتحدث مع وكالات استخبارات أخرى من جميع أرجاء العالم وقد قال بأننا قمنا بقتل إيطالي قتلنا ريجين لأنه ظننا بأنه جاسوس وهذه النقطة فرانشيسكا هذه النقطة تحديدا ما قلت أنت حول ما يقوم به ريجيني النابي العام المصري قال سلوك ريجيني غير المتناسب أو المتناسب مع بحثه كان سببا في مقتله تعليق على هذا حسنا على سبيل المثال هم قالوا بأنه كان سلوكه مشبوها لأن ريجيني كان في تركيا وكان في إسرائيل وطبعا كأوروبيا تكون في تركيا هي مثل أن تكون في باريس أو في أي مكان آخر وشيء مشبوها بذلك والإيطاليين يمكنهم الدخول إلى تركيا بمجرد استخدام بطاقة الهوية فطبعا هذا أمر كان يمكنه أن لا يظهر جوازه حول هذا أما في إسرائيل فقد ذهب إلى رمالة فلا تقول لي بأن رمالة هي إسرائيل وأيضا عندما تحدثون عن الشبهات عندما كنت في مطار القاهرة قبل بدعة أشهر أول سؤال تره علي من شخص من الاستخبارات نظر إلي وقال لي لماذا أنت تبدينك أنك عربية إذن أنا لا أعرف أنا إيطالي ونحن في حوض البحر بطاقة نبجه بعضنا البعض إذن أنا كنت مشبوهة لأن شعري أسود وعيني سوداء إذا كانت هذه الطريقة التي يعمل بها جهاز الأمن القومي ويحدد المشبوهين من الأجانب فعندها جميعنا قد نجد أنفسنا في السجون كأجانب فرانشيسكا بوريا الصحفية الإيطالية أشكرك شكرا جزيلا وأنقل الكلام لسيد محمد العطيفي سيد محمد العطيفي استمعت إلى فرانشيسكا تتحدث وحتى الإيطالين تحدثوا وقالوا أن هناك شاهد وأن هناك معلومات وأن هناك أسماء بعينهم وبالتالي كما قال ضيفي هل تعتقد أنه من الممكن أن تدول هذه القضية وأنه من الممكن أن يتم محاكمة هؤلاء بشكل دولي هؤلاء الضباط يعني لا يمكن بيحلم الأحوال الاتهام العشوائي وأنا على ما يبدو لي أن هناك اتهامات عشوائية ويعني حتى هذا ترفض أو رفض ما المقصود بكلمة اتهامات عشوائية سيد محمد العطيفي يعني إذا كانت الحكومة الإيطالية حدثت أسماء بعينها وحتى أحدهم خرج من الخدمة ورتابهم وهم ضباط في الأمن الوطني مثلا هل الحكومة الإيطالية كانت هنا موجودة في مصر في التحقيقات ولا أنا مش عارف يعني يعني ما هي إلا إدعاءات تدعيها بعض السلطات في إيطاليا لكن في الواقع يعني حتى يعني أريد أن أوضح نقطة أن التتبع الأمني لم يكن لرجيني شيء يحتاج أن يتم التتبعه أمنيا وهذه نقاط فاطئة وبالتالي رؤية للدعاء المصري هي صحيحة ماء بالماء لأن رجيني لم يكن هناك أي شيء كان يتعامل مع الباء الجائلين مع أوصات معينة هذه الأوصات لم أو لن تشكل تهديدا للأمن القوم المصري كما يدعون أنا أرى أن هناك بعض الادعاءات التي لا يمكن فقولها من الجانب الإطالي في المرحلة الحالية أرجو أن تبقى معي سيد محمد العطيفي مصريا أيضا اتهم ولي أمر إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية بإجبار نجله الطالب بالصف الأول